ساكسوال غاية يعني يبدو تقليدي شوية تقليدي جدا بس برض عشان الجمهور اللي بيفرج وانت واحد من جمهور الزمالك في كل الاحوال انت متفائل لحالة زمالك السنة الجاية ولا؟ مش متشاقم مش متشاقم ومش عاجدني التشاقم اللي عند الجمهور بس هو جرس انذار اللي انت النهاردة تفرج على الصفقات اللي برامتز بتعملها والاهلي بعملها والمصري حيعملها مع الكابتن علي ماهر والانديها هتعملها كل الفرق بتقوي نفسها وهم مش عينفع النهاردة انت بقاعد انت بتتفرج على الصفقات دي والفرق بتقوي نفسها وكل سنة يا كريم عن سنة تدور باقوة والفرق بتقوي نفسها والدليل انه الاهلي كسبان كل البطولات راح يجيب امام عشور افضل لعبوسط في مصر وراجل ريدا سليم افضل لعب في المغرب وكسبان اصلا كمان فجرس انذار لكن انا النهاردة مش عاجبني حتى انا كنت بقول من شوية التشاقم التشاقم لا خلاص ما انت مش هتكسب على طول ومش هتخسر على طول صح بس الناس برضو الانه اللي انت النهاردة المركاتو بدأ وانت مش عالف راسك متأخر كمان متأخر من كام يوم الناس في بعض من جميل الزمالك الزعلت مني بس هقولها لك وانت اكدها انت السوق بيقفل عليك انت داخل متأخر تحديدا السوق الخارجي يعني كله بيقفل ورق وبرق عشان خاص هيبدأوا الموسيق الناس خلاص كمان اسبوعين تلاتة دورك فالاشترا وباع وكل حاجة خلاص فالتعبال لما تبدأ تفكر تشريه من بره سيبك من اللي في مصر تبدأ تشريه من بره هيكون كله قفل خاص ومن مصر برطه ومن مصر كمان هيكون باع النهاردة تلاتة لعيبة اللي راحوا مرعي ومهند لشين وبوبو من افضل الكويس حيتخطف الوقتي حيتخطف صح مش هيبقالك غير مين بقى اللعيب الفريه او اللعيب اللي عنده مشكلة مع مدهب او اللعيب اللي انت كنت حطه خيار تاني او تالت خيار تاني او تالت فلا عشان كده بقولك لازم النهاردة انت عندك مشكلة حلها بقى وانت النهاردة معلش انا النهاردة موجود وفي مشاكل لازم حلها وانت مش هينفع النهاردة كل سنة هنفضل على حده عشان الناس برضو خلا بلا كارين برضو فضلا